اخوتي واخواتي بتمنى انك استفدت روحيا من هذه الحلقة الكلام اللي سمعته على فكرة كلام مش بس كلام حلو وكلام بفسر الموضوع لكن برضو كلام فيه مسئولية انا بعتبره كلام مصيري وكلام ابدي يعني فعلا انت بتحط حياتك يعني خلينا احكيها ببساطة متغمرش لا تقامر بحياتك ولا بابديتك اصرع شيء انك تيجي فعلا ليسوع المسيح وتقول له كلمات بسيطة لكن عميقة وقوية اللهم ارحمني انا الخاطئ وعرف الكتاب بيعلم قال يسوع كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا اي واحد بيجي ليسوع المسيح يعني بتيجي بتوبي بايمان متل ما انت مش بفلسفتك ولا باعمالك ولا بتقواك ولا بذبائحك ولا في برك ولا في اي امكانية هذا العمل كله قد اكمل قد اكمل متل ما اسمعنا كل ما عليك تعال بتواضع بانكسار بخشوع بايمان ليسوع المسيح بغيرك بلمس حياتك وبيكتب اسمك في سفر الحياة ربي باركك